السلام عليكم متابعيني العزاء اهلا بكم بهذا الفيديو اليوم وقبل ساعة تحديدا تم اعلام من قبل شركة ريلمي عن هاتفين بالسوق العراقي واللي هما الريلمي 8 والريلمي GT الريلمي 8 سويت لمراجعة قبل فترة تقريبا تقدر شوفها حاليا من رابط الموجود بالوصف او عن طريق الآية رح تطلع لك بالشاشة اما بالنسبة للريلمي GT فحاليا الهاتف موجود عندي وصار لي ما يقارب اليومين 3 يام استخدمه واجربه بالنسبة لمحتوات الصندوق لهذا الهاتف فراح يكون موجود به اكيد الكابر السيليكون بالاضافة للشاحن وكابر الشحن الخاص به وبالاضافة الى شي غريب ومميز واللي هو السماعات واللي انفقدت بصراحة وانو نشوفه موجودة بالجهاز بالوقت الحالي فهو شي جدا غريب هذه محتوات الصندوق بالنسبة لهاتف الريلمي GT طبعا هذا الجهاز صحت عليه ضجة قبل ما ينزل ضجة كبيرة جدا واعتقد انه هاي الضجة كان لها سبب اكيد وبصراحة بعد استخدام يومين اشوفه الجهاز فعلا يستحق هاي الضجة الكبيرة اللي صارت عليه ولكن بالتأكيد بعد الاستخدام المطول راح تبيني العيوب والمميزات الموجودة بهذا الجهاز طبعا هذا الجهاز به هواية ومميزات ولكن اكيد به عيوب كل هالأشياء ان شاء الله راح نقلكم اياها بالمراجعة الكاملة والاحتمال راح تكون الاسبوع الجاي او بنهاية هذا الاسبوع المهم اذا كان عندك اسوأ على هذا الجهاز فاكتبه باسفل فيديو بالتعليقات وان شاء الله فيديو المراجعة الكاملة راح اجعب على كل استفسارات اللي جاتني بخصوص هذا الجهاز هذا كان كل ما عندي بنسبة لهذا الفيديو اشوفكم بالفيديو الجاي في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة